ديانا قبل ما بدأت فكرة، لماذا ديانا ورد؟ أنت أول ما ظهرتك كان يطلع بس ديانا لأنه سويت عقد جديد بعد ما تعرف صارت المشاكل ويا الشركة السابقة وقعت ويا شركة رنا بإدارة أستاذ مراد ترك صديقي وعزيز على قلبي أستاذ مراد كل شيء أحب دحياتي إليه فوقعت ويا لذلك كان يوميا يقول لي ديانا، 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 لازم أطلع لي تفيد اسم لأنه تنظلمين باليوتيوب وانت تعرف أنه عندما تكتب ديانا تطلع ديانا حدات ديانا كارزون، فقط تكتب ديانا كومل، فقالي لازم تسوي اسم يعني أنه خاص بيج على مدن، العالم من سوي سرش يكتبون ديانا ورد أو شيء فقعدنا نختار، قلت لاني عاجبني ديانا تورك، قال لي لا قال لي لأنه الاسم يعني هواين أنطراح قال لي أكو مطربة اسمها كاميليا ورد أي طبعا جزائري يمكن فقال لي أحب المالتها كل شيء، قلت لابك يا ديانا ورد محل طلع، مضبوط، أنت أصلاً من أختارت اسم ديانا؟ ديانا أنا اختاريتها، أحب ديانا حداد من قاني صغيرة، يعني هي اللي شانقوك في فانزاتها يعني أنا، فلا أنا لا أكون مطربة، بس أحبها، أحسها تشبهني ديانا حداد يعني أنا أشبه العفلاني أكبر مني، فأحس أشبهها تشبهني من جو وأكفت شيء يلمسني لأنه لا أكسمت نفسي ديانا، هذه الأشياء اليوم اللي إذا أقول لك هي أني ما حانت شيئتها أبدا، بأي بقاء، حلو، إذن اسمت الحقيقي؟ دعاء، أوه، جوية، يعني توقعت ما راح تقول لي، لأني أي شيء، هم حدو قريب يعني، هم بالدال، أي صح، زين، ديانا